في البداية زي نتكلم عن الدفعة الجديدة اللي خلاص هتستقبلوها في هذه المبادرة مبادرة أشبال مصر رقمية تقديم إمتى بقوا مستمر الحد طبعاً يعني أنا سعيدة جداً بوجودي معاكم النهاردة مبادرة أشبال مصر رقمية زي ما حضراتكم قلتوا بدأت العام الماضي والحقيقة العام الماضي كان معانا تقريباً عشر تلاف طالب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني سنويا وده يعتبر رقم يعني كبير جداً خاصة بالنسبة للمستهدف اللي كان موجود وقتها تلات تلاف طالب السنة دي الحقيقة طبعاً بتوجيهات فخامه الرئيس سعب فتاح السيسي وبتنفيذ من الدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا معلومات احنا بنستهدف أربعين ألف طالب للدفعة التانش طبعاً ده رقم يعني يعتبر رقم كبير جداً بالنسبة لبرنامج تدريبي ان احنا نضرب الرقم فاربعة فده يعني حاجة الحقيقة بتدل على اهتمام بالغ بين الدولة بتنمية النشط وبتنمية الإنسان المصري يمكن مبادرة أجبال مصر رقمية أنا حابة قبل ما أدخل في الدفعة التانية ان انا اقول انه وزارة الرصالات تكنولوجيا معلومات محور استراتيجي عندها هو بناء الإنسان وعندنا مبادرة جيرة جداً اسمها أجيال مصر رقمية أجيال مصر رقمية بدأت بالأجبال وبدأت بمبادرة بونات مصر رقمية الأجبال كانت لقول عداجي لتانية سنوي وبونات مصر رقمية كانت للطلاب الخارجين من كليات محددة احنا السناجي عندنا الاستكمال الصورة كاملة عندنا مبادرة اسمها براعم مصر رقمية وده معناه ان احنا نزلنا كمان بالسنة لربع ابتدائي لغاية ستة ابتدائي فدول جداد علينا السناجي ان شاء الله هناخد الدفعة الأولى وبعدين عندنا كمان مبادرة اسمها مهارات مصر رقمية وده بتستهدف جميع الطلبة في جميع الكليات الحقيقة أجيال مصر رقمية هي البراعم والأجبال والمهارات وبنات مصر الرقمية الدفعة الثانية من أجبال مصر رقمية زي ما قلت من استهدف 40 ألف باب التسجيل مفتوح حاليا ان شاء الله يعني ننتهي يوم عشرين تسعة نقصتنا يومين ثلاثة على انتهاء التسجيل الناس تلحق تقدم بقى الناس تلحق تقدم ده شيء أساسي كان عندهم شوية يعني مشاكل أو عايزين يعني يلحقوا يقدموا مشكلة اللي لازم يجيبوا مثلا انه بيان الدرجات لازم الطالب يبقى متفوق دي الشروط اللي هي خاصة بالتقديم فما هو الشروط؟ الشروط انك تكون مصري طبعا انك تكون موجود في اي مدرسة ايا كانت المدرسة نوعها مدرسة حكومية تجربية خاصة دولية في اي محافظة من محافظات مصر كل المحافظات معنا الحاجة التالتة بيان الدرجات يعني ده يمكن الحاجة شوح يعني اقل حاجة فالحد الادنى ايه؟ الحد الادنى تسعين في المية لان طبعا زي ما قلت احنا عدد الطلاب اللي موجودين في هذه الفئة العمرية تقريبا تمانية مليون فانا لما بقول 40 ألف يعني لازم اعمل شوية معايير للانتقاء عشان اقدر اخد ال40 ألف دول فبالتالي احنا بنتكلم على التسعين في المية او التفوق الدراسي في مدى الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية ليه؟ علشان تكنولوجيا معلومات والاتصالات النهاردة بتتكلم على التفكير المنطقي والكريتكال ثينكينج والحل المشاكل جمائي لذلك فمحتاجين شوية ان الطالب يكون عنده مهارات معينة عشان يدري يستوعب كمان وعنده حاجة كمان مهمة جدا وهي الالتزام يعني هو ملتزم انه يدخل معانا في هذا البرنامج